اهلا وسهلا بكم في المحاضرة التانية من برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد ورائدات العمال انا المهندس حناناويد وسعيدة جدا بوجودي النهاردة معاكم المحاضرة السابقة كانت مقدمة لبرنامجنا اتكلمنا عن مفهوم النجاح لرائد العمال وتكلمنا عن بعض الخصائص اللي بتميز رواد الاعمال الناجحين وكمان اتكلمنا عن ما اسميته سر التوقيت المثالي في الحياة وفي العمل وتحديدا اتكلمت على مفهوم الحياة المقصودة او المتعمدة النهاردة هنكمل ونركز اكتر على مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشخصي وكمان هنعقد مقارنة بينه وبين التخطيط الاستراتيجي في بيئة العمال التخطيط الاستراتيجي في بيئة العمال بيكون التخطيط لاعادة تنظيم وترتيب وتوزيع بعض الموارد المتاحة للشركة او للمؤسسة هذا التخطيط بيهدف الى زيادة معدل العائد على رأس المال المستثمر على سبيل المثال لو تخيلنا مؤسسة طبية او مستشفى او مركز طبي القائمين على هذا المركز الطبي منخلصين في عملية التخطيط الاستراتيجي لهذا المركز يترى ايه اللي هم بيهدفوا اليه؟ عادة ما هيكون هم بيهدفوا ان هم يزودوا return on investment او العائد على الاستثمار من استغلال كافة الموارد المتاحة لهذا المركز الطبي بداية بالموارد البشرية من اطباء وممرضين واداريين وكمان الموارد اللي هي الملموسة من مباني من اجهزة كمان من معدات طبية ومن كمان supplies او الادوية او المكونات اللي بيحتاجها الاطباء والممرضين علشان يقدموا خدمة الرعاية على اكمل وجه لعملاء المركز الطبي كمان ممكن يكونوا بيفكروا في اسم المركز في الجودة الشاملة للخدمة اللي بيقدموها كل ده بيفكروا فيه وبيفكروا ازاي يعيدوا ترتيب هذه المنظومة واستغلال هذه الموارد المتاحة علشان يحققوا اقصى عائد على الاستثمار في نفس الوقت مع تقديم اعلى مستويات الخدمة لكن لو تكلمنا بقى على التخطيط الاستراتيجي الشخصي لأحد العاملين في المركز مثلا هنلاقي ان هذا الشخص الفرد بيهدف الى تحقيق اقصى عائد من الطاقة اللي بيستثمرها في حياته واستغلال كافة الموارد واعادة تنظيمها لان احنا برضو كبشر لنا برضو موارد متاحة لنا زي ايه؟ في عندنا موارد ملموسة من ممتلكات من عقارات من السيارات مثلا من اجهزة متاحة لنا في موارد بشرية برضو متاحة لنا مثلا منتورز ناس بتعلمنا انا اعتبر بالنسبة لكم موارد من الموارد البشرية المتاحة في حياتكم حتى شركاءنا في الحياة وشركاءنا في العمل وبرضه يعتبروا من الموارد البشرية وفي المحاضرات القادمة حنركز أكتر على تحديد الموارد المتاحة إلينا ولكن تاني باختصار أن عملية التخطيط الاستراتيجي الشخصي بتهدف إلى الحصول على أعلى معدل من الفائدة مقابل الطاقة اللي بنستثمرها في حياتنا وفي أعمالنا جزء جبير كمان من النتائج اللي هتعود علينا من عملية التخطيط الاستراتيجي الشخصي هو أن احنا هنفهم إزاي نطور مهاراتنا الشخصية وفي أربع نقاط لازم نفكر فيهم وإحنا بنفكر في تطوير مهاراتنا الشخصية النقطة الأولى هي قيمنا ومنظومتنا الأخلاقية القيم اللي بتحركنا وبتدفعنا في حياتنا اللي بنحاول أن احنا نعيشها يوم ورا يوم ومنظومة القيم والأخلاق لكل شخص فينا ربما تختلف عن منظومة القيم والأخلاق للأشخاص الآخرين علشان كده هتلاقوا أن من ضمن الخطوات اللي هنعدي بيها أن احنا هنركز على منظومة قيمنا إحنا والأمور اللي مهمة لنا إحنا والقيم اللي عايزين نعيشها يوم ورا يوم خاصة كرائد أعمال أنت مش هتبتدي هذه العملية وانت ما عندكش أي شيء تستند إليه كونك أنك عرفت نفسك أنك رائد أعمال أو أنك رائدة أعمال ده معناه أن أنت عندك رؤية بعيدة المدى اللي أنت عايز حياتك تكون فيه واللي أنت عايز حياتك تصل إليه مستندين لقيم شكلناها على مدار حياتنا سواء من التربية من المعتقدات من التجارب اللي خدناها كل الأمور دي مع بعض شكلت منظومة القيم والأخلاق اللي بنستند إليها النقطة التانية برضو اللي مهمة هي هي مهمتنا ورؤيتنا الشخصية أنت كرائد أعمال ربما يكون عندك مهمة أو رؤية للبيزنس اللي أنت عايز تكونه ولكن ليك أنت شخصيا في حياتك كمان لازم يكون عندك مهمة ميشن ورؤية فيجن لحياتك كمنظومة متكملة متنغمة متنسقة زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت أن حياتنا مش عبارة عن صوامع منفصلة ولكن فيها نوع من التداخل حياتنا الخاصة مع مهارتنا مع الناس اللي موجودين في حياتنا مع كمان الأعمال اللي احنا بننشئها أو بنحاول ننميها كل الأمور دي متدخلة في بعضها فلازم يكون ليك أنت وليك أنت مهمة شخصية ورؤية شخصية لحياتك النقطة الثالثة اللي مهمة جدا بردو هي ما أسميه عملية التدقيق الذاتي اللي يعرف منكم في مجالات إدارة الأعمال وإدارة الجودة الشاملة يعرف أن التدقيق عملية مهمة جدا جدا في تقييم هذه المنظومة اللي احنا عاديين عمالين بنخلقها حتة حتة فالتدقيق الذاتي وتقييم حياتنا في عدة مراحل المرحلة الأولى في وضعها الحالي والتدقيق في ما نصبه إليه والشيء اللي احنا بنتمنى ان احنا نوصله في المستقبل وكمان ان احنا نحدد محطات على طوال الرحلة ان احنا نقوم بعملية التدقيق الذاتي على أنفسنا علشان نعرف يا ترى أنا باستخدام البصلة اللي أنا حخلقها أو حكونها أو حصنعها في هذا البرنامج وخارطة الطريق يا ترى أنا ماشي على الخط المزبوط ولا لأ فلازم يكون في هذه المحطات اللي احنا بنحددها مسبقا لأنفسنا علشان ننخرط في عملية تدقيق وتقييم وأشوف وأقارن ما بين وضعي الحالي والهدف اللي أنا بصبه إليه واشوف هل أنا على المسار الصحيح ولا لأ النقطة الرابعة كمان اللي مهم جدا أن احنا نفكر فيها هي مجالات التميز الخاصة بي كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى حباه ببعض المواهب وببعض القدرات ببعض المهارات كذلك على مدار السنين وعلى ونتيجة أو حصاء أو حصيلة دراستنا وتعلمنا والتعلم الذاتي بقى فيه أوجه أو مجالات تميز اللي أشعر فيها وأنا رائدة أعمال أو أنا رائد أعمال أن هو ده مجال تميزي فلازم بردو أثناء عملية التخطيط الاستراتيجي وأثناء عملية تطوير مهاراتنا الشخصية أن أنا أركز على مجالات التميز من جهتين مجالات التميز اللي أنا فعلا متميز فيها دلوقتي ومجالات التميز اللي أنا عايز أتميز فيها في المستقبل كمان أهمية ما يسمى التعلم التكيفي والتفكير الاستراتيجي في عملية التخطيط الاستراتيجي لحياتنا التعلم التكيفي محتاج مننا أن نغير أسلوب تعلمنا وعلشان نتكيف مع الظروف المتغيرة في حياتنا زمان كانت المؤسسات والشركات بتعمل خططها الاستراتيجية لعشرين سنة قادمة وفي بعض المؤسسات والحقيقات كانت بتعمل خططها الاستراتيجية لميد سنة قادمة لكن سرعة التغيير اللي موجودة في حياتنا دلوقتي واللي بتأثر علينا كأفراد وبتأثر على شركتنا وعلى أعمالنا وعلى وظيفنا وعلى الأسواق اللي إحنا بنشتغل فيها وعلى كل الأمور تقريبا اقتصاديات الدول المعاهدات الاقتصادية بين الدول وبعضها العرض والطلب المنتجات الجديدة اللي بتزهر المنتجات الأديمة اللي بتختفي خالص من أسواقنا كل هذا التغير اللي أصبح يحدث بوتيرة سريعة جدا جدا أجبرنا أن احنا ننمي مهارتنا في التكيف الدائم علشان كده بقت المؤسسات والشركات بتعمل الخطط الاستراتيجية بتاعتها لمدة خمس سنين وتلات سنين وبعض الشركات أو المؤسسات بتعمل خطط سنوية وبتسميها خطة استراتيجية لأنه هو ده اللي حددوه لطول المدى اللي بيعتبروه استراتيجي بالنسبة لهم إحنا برضو كأشخاص أحيانا بنعدي بمراحل تكون قصيرة مرحلة أكثر بنخلصها وندخل في مرحلة أطول نخلصها ندخل في مرحلة أكثر وهكذا فلازم يكون عندي سرعة وتسارع في قدرتنا على التكيف مع المتغيرات وده هينعكس على المهارات اللي بتعلمها الأساليب اللي بتعلم بيها وتحديد إيه نوعية المعارف اللي أنا محتاج أتعلمها علشان أصبح سريع التكيف مع المتغيرات وده بيتطلب عدة أمور أول عامل هو التركيز أنا لو عيشت حياتي بدون تركيز بدون ما أعرف إيه الأمور المهمة إيه الأولويات اللي أنا محتاج أركز عليها حلقيني بستثمر وقتي وتقتي وجهدي ومواردي المتاحة ليا في أمور ربما مش حتفدني على المدى الطويل فلازم نحدد بالضبط إيه الأمور المهمة في حياتي وهي دي اللي أركز عليها العامل التاني هو التقييم المستمر علشان تكون خطتي الاستراتيجية خطة نجحة وفعلا فعلا قابلة للتنفيذ مش مجرد أن أنا حنخرط في هذا التمرين وهذه العملية الطويلة واستثمر فيها وقتي وجهدي وبعد كده أفتح الدرج وحطها وقفلها لأ علشان تكون الخطة فعلا فعلا خطة نجحة وفي زبل أن أنا أمشي عليها وحققها لازم يكون فيها معايير تقييم مستمر يا ترى حقيم نفسي بإيه؟ وأفكر من البداية في هذه المعايير اللي حقيم فيها مدى تقدمي في تنفيذ هذه الخطة علشان نرجع بقى للنقطة السابقة لما أحدد محطات التقييم الذاتي من الأول يكون عندي المعايير اللي أقدر أستخدمها في عملية التقييم النقطة الثالثة هي المرونة ويمكن نكون تطرقنا إليها وإحنا بنتكلم على التعلم التكيفي أني طبعا الخطة الاستراتيجية لازم تكون صلبة وقوية بما يكفي أني أستند عليها أثناء رحلتي علشان أوصل لهدفي طويل المدى ولكن في نفس الوقت لازم يكون فيها عنصر مرونة يمكنني من أن أنا أغير بعض من مكونات هذه الخطة لو احتجت لو لقيت أن الظروف اللي حوالي متغيرة لو جدت في حياتي بعض المستجدات اللي ما كانتش موجودة أثناء ما كنت بعمل هذه الخطة الاستراتيجية فلازم خطتنا الاستراتيجية تكون صلبة وقوية في نفس الوقت فيها مرونة تسمح لي بأن أنا أتكيف مع الأوضاع المتغيرة حواليها النقطة الرابعة هي نقطة الصبر والمثابرة إحنا كرواد أعمال ربما يكون في بعض مننا ما عندوش الصبر والمثابرة فبنزهق أو بنستهلك طاقتنا سواء الجسدية أو النفسية أو العقلية بسرعة فما بنستمرش بما فيه الكفاية علشان نحق أحلامنا طبعا الإحسائيات كتيرة جدا عن فشل الأعمال الصغيرة في بدايتها وعامل كبير جدا جدا من عوامل الفشل للأعمال الصغيرة هي قلة الصبر وعدم تحلينا بالمثابرة بما يكفي أن احنا ننفذ الخطط حتى تؤتي ثمارها اللي احنا عايزينها فلازم نتحلى بالصبر والمثابرة في حاجتين في أن احنا نركز على وضع خطتنا الاستراتيجية وبعد كمان ما نضع خطتنا الاستراتيجية لازم نستخدم الصبر والمثابرة ودي برضو مهارات ممكن ننميها في نفسنا في أن احنا ننفذ الخطوات اللي حددناها لنفسنا خطوة وراء خطوة خطوة وراء خطوة أرجع أخذ قدام خطوتين النقطة الأخيرة في التعلم التكيوفي والتفكير الاستراتيجي هو الوقت والالتزام الوقت مورد مهم جدا جدا من موارد رواد الأعمال ورائدات الأعمال ويمكن يكون أهم الموارد على الإطلاق المتاحة لنا في بعض الأحيان نحن لا نمتلك فعليا غير الوقت المتاح لنا ما بيكونش عندنا مثلا الاستثمار المالي الكافي ما بيكونش عندنا كل المهارات اللي محتاجينها علشان ننفذ فكرتنا دي كلها أمور ممكن نشتغل عليها يوم بعد يوم ولكن الوقت هو اللي فعلا في ادينا هو اللي بتحكم فيه هل هستثمره فيما يفيد ولا هضيعه فيما لا يفيد واللي خليني أستثمر وقتي بالشكل الصح وبالطريقة الصحة على طول هو الالتزام والانضباط فيه أحيانا بننساق وراء خرافة قوة الإرادة ونقول الشخص ده قوي الإرادة أو الشخص ده ما عندوش إرادة أحيانا ما بيكونش عندنا الالتزام والانضباط مش ما عندناش قوة الإرادة لو وضعنا لنفسنا جدول محدد وحرصنا إن إحنا ننفذ كل اللي حطناه في الجدول ده سواء يومي أو أسبوعي أو شهري أو حتى سنوي إحنا كده بنبني الالتزام والانضباط دون الاعتماد على قوة الإرادة اللي ممكن أحيانا تخدنا لأن قوة الإرادة مدام هي بقى قوة بقيت كأنها نوع من الشد والجذب ما بين قوة الإرادة الداخلية والمحفزات أو المثيرات اللي موجودة حوالينا فلو اعتمدنا بس على قوة إرادتنا أحيانا ممكن نفشل ولكن لو اعتمدنا على الانضباط والالتزام بالتأكيد هنحقق اللي إحنا عايزين نحققه نظرية الألعاب طبعا مفهوم نظرية الألعاب مستقى من الـ IT أو تصميم الألعاب خاصة ألعاب الفيديو جيمز وهذا المجال مع أنه فني ولطيف وحاجة كده لطيفة ولكن جزوره في علوم الحاسب الآلي وفي علوم الرياضيات كمان القائمين على المجال ده في بداية طبعا تطوره في البداية قسموا الألعاب أو ألعاب الفيديو لتلات أنواع من الألعاب النوع الأولاني هو ألعاب محصلتها صفر بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا كلاعب لو كسبت لازم أحد اللاعبين الآخرين يخسر فتبقى المحصلة صفر positive negative plus minus موجب سالب فالتنين محصلتهم تبقى صفر ده النوع الأولاني من الألعاب النوع الثاني من الألعاب هو ما يسمى باللعبة التعاونية يعني إيه؟ علشان نكسب كلنا لازم نتعاون أنا هساعدك النهاردة أنت تساعدني بكرة وبهذا التعاون المتبادل بيننا كلاعبين أو مشاركين في هذه اللعبة أنت هتكسب وأنا هكسب ويمكن ده في مهارات التفاوض بيسموه win-win scenario يعني أنا هكسب حاجة وإنت كمان هتكسب حاجة النوع الثالث من الألعاب هو لعبة المعلومات الكاملة وعادة الألعاب الاستراتيجية بتقع تحت هذا النوع من الألعاب يعني إيه؟ يعني كافة المعلومات متاحة للجميع لكن اللي بيفرق هنا مهاراتي بتختلف عن مهاراتك في استغلال هذه المعلومات المعلومات متاحة ليا وليك ولكن مهارتي أو مجموعة مهاراتي مختلفة عن مجموعة مهاراتك فأنا بستغل المعلومات دي بالشكل اللي يخليني أنا أكسب وإنت تخسر طيب لو فكرنا في مفهوم ألعاب الفيديو وحبينا نطبقوا على حياتنا يا ترى أنهي نوع من أنواع ألعاب الفيديو أنا عايز حياتي تكون خدوا بالكم إن إحنا ممكن نختار نوع واحد أو نختار نوع مكون من الثلاثة مع بعض في بعض الأحيان حتقابلنا مواقف لازم تكون المحصلة صفر إن لو أنا كسبت لازم اللي قدامي يخسر في مواقف تانية علشان أنجح لازم أعاون الناس اللي موجودين في حياتي أو شركائي ونتعاون مع بعض علشان أنا أكسب وهم كمان يكسبوا وفي بعض المواقف حيكون المعلومات متاحة للجميع مفيش سر مفيش insider information زي ما بيسموها ولكن اللي يفرق فعلا مهارتي أنا في استغلال واستخدام هذه المعلومات مقابل مهارة الآخرين المنافسين ليا في استخدام واستغلال المعلومات فدي كلها أمور وإحنا بنصمم خطتنا الاستراتيجية ممكن نفكر فيها يا ترى إيه المواقف اللي هي win lose أنا أكسب اللي قصادي يخسر اللي هتحط فيها وإزاي أضمن أن أنا أكون الكسبان طول الوقت برضو لازم أفكر في المواقف اللي لازم أتعاون فيها مع الناس اللي موجودة في حياتي أو الناس اللي موجودة في السوق السابلايرز الموردين اللي حيمدوني بمواد خام أو أمور معينة أو خدمات معينة علشان أقدر أعمل شغلي علشان كمان أقدر أعيش حياتي مش شرط بس أني حركز على العمل أنا حركز على جميع جوانب حياتي مين الناس اللي محتاج أتعاون معاهم علشان محصلة هذا التعاون أني أحقق الهدف طويل المدى اللي أنا عايز أحققه وإيه بقى المواقف التانية اللي المعلومات المتاحة لها زي المعلومات المتاحة لأي شخص آخر موجود ولكن اللي يفرق هنا المهارات يا ترى أنا عندي المهارات الكافية واللازمة أني أستغل المعلومات دي في أن أنا أنجح ولا لأ طب لو ما عنديش هذه المهارات أعمل إيه علشان أحققها كل دي سيناريوهات هنفكر فيها أثناء وضعنا لخطتنا الاستراتيجية الشخصية اللي هتشمل كافة مجالات حياتنا وكافة أولويات حياتنا وقبل ما ندخل في المحاضرة القادمة وندخل فعليا في يعني إيه خطة استراتيجية ومكوناتها والعمليات أو الخطوات اللي موجودة في عملية التخطيط الاستراتيجي الشخصي لازم نتكلم على بعض الأخطاء اللي ممكن نقع فيها أثناء عملية التخطيط علشان نتلافاها من البداية الخطأ الأول إن إحنا نتجاهل جانب من جوانب حياتنا زي ما قلتلكم إحنا بنعيش حياتنا بشكل متناغم متناسق ما قدرش أعمل فصل تام ما بين جانب من جوانب حياتي والجوانب الأخرى فلما أتجاهل جانب مهم جدا جدا في حياتي هتبقى خطتي غير مكتملة وممكن أقابل بعض المشاكل والتحديات في المستقبل اللي ما قدرش أتعامل معاها لإني مفكرتش مسبقا فإزاي هتعامل مع التحديات اللي هتيجي من هذا الجانب الخطأ الثاني اللي ممكن نقع فيه هو إن إحنا نتعامل مع عملية التخطيط كأنه حدث وهيخلص عملية التخطيط لازم تكون عملية مستمرة ويكون جزء أساسي من حياتي كرائد ورائدة أعمال والتخطيط بمستوياته الاستراتيجي ومتوسط المدى الاستراتيجي طويل المدى ومتوسط المدى وقصير المدى لازم حياتي تكون عملية مستمرة من التخطيط آه يكون عندي هيكل كبير اللي هو بقى الخطة الاستراتيجية الشخصية طويلة المدى لللي أنا عايز أحققه في حياتي ولكن يستمر تستمر عملية التخطيط لمستويات أقل وأصغر علشان فعلا فعلا أحقق الأهداف اللي أنا عايز أحققها فالتخطيط مش حدث عملية بنعملها النهاردة بكرة خلصناها بحط الخطة في الدرج وكده خلاص الموضوع بينتهي لا دي عملية مستمرة الخطأ التالت اللي بعض رواد ورائدات الأعمال بيقعوا فيه إن إحنا ما نستثمرش الوقت الكافي علشان نتعلم المهارات اللي لازم نتعلمها سواء في الأول عشان أعمل خطتي الاستراتيجية وبعد كده لما حدد مجموعة المهارات اللي محتاج أتعلمها ما استثمرش الوقت الكافي في تعلم هذه المهارات ده بيكون خطأ يعني مزعج جدا جدا أني أتحط في موقف محتاج أستغل فيه مهارة معينة وما يكونش عندي هذه المهارة أو ما كونش سقلت هذه المهارة بالشكل اللي يكفي اللي يخليني أنجح في الموقف ده رابع خطأ بيقع فيه رواد ورائدات الأعمال إن ما يكونش ليهم مرشد أو معلم أو موجه كل واحد فينا ويمكن دي حاجة موجودة في البشر بشكل عام إن إحنا بنتعلم من الآخرين دايما بنتعلم من الملاحظة إن ألاحظ إن شخص معين عمل حاجة معينة فأتعلمها منه وده بيشمل الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كويسة برضو فلازم نفكر يا ترى مين الناس اللي هاتعامل معاهم كمرشدين وموجهين ومعلمين في حياتي والمرشدين والموجهين في حياتنا ممكن يكونوا أكتر من نوع ممكن يكون شخص فعلا موجود في حياتي بتعامل معاه بشكل دوري فأستغل هذه العلاقة في أن أنا أتعلم منه وأستقي منه أو ألاحظه وهو بيعمل فعلا حقيقية يعني أعمال حقيقية ممكن كمان يكون فيه مجموعة من المرشدين والموجهين الافتراضيين بمعنى إيه؟ مثلا من سير ذاتية اللي ممكن أراها عن الناس الناجحين وأتعلم هم عملوا إيه في المراحل المختلفة اللي قبلتهم في حياتهم أنا يعتبر معلم افتراضي بالنسبة لكم يعني أنا دمجة الناحيتين أي شخص بيقدم لكم برنامج تدريبي مشابه للبرنامج التدريبي اللي أنا بقدمه لكم يعتبر معلم وموجه ومنتور كمان لكم لأن ممكن نتفاعل مع بعض عن طريق الأسئلة عن طريق التعليقات عن طريق الرسائل اللي ممكن نتبادلها كمان المشاركين في البرنامج ممكن تعتبرهم كمان منتورز ومعلمين نحن نتعلم من بعض مع أننا ربما نكون يعني كلنا رواد أعمال وكلنا عايزين نفس الهدف ولكن خبراتنا الحياتية مختلفة فالتفاعل اللي بينك وبين المشاركين الآخرين ممكن كمان يعلمك أمور ربما كانت غيبة عنك فلازم تفكر مين هم الأشخاص اللي هيكونوا المجلس الاستشاري لحياتك سواء أشخاص فعليين موجودين في حياتك أو أشخاص افتراضيين موجودين عن طريق الإنترنت أو البرامج اللي أنت بتتعلمها أو أشخاص في الكتب اللي ممكن تقرأ عنهم وتتعلم من السيارة الذاتية بتاعك الخطأ الخامس اللي ممكن نقع فيه ويمكن ده يعني بكررها تاني وتاني وتاني التقييم والتدقيق إن إحنا نتجاهل إن إحنا نستثمر وقت كافي إن أقيم وأدقق على وضعي الحالي أنا واقف فين؟ فين موقفي النهاردة؟ إيه اللي بمتلكه النهاردة؟ إيه اللي عندي النهاردة؟ لأنه هو ده الأساس اللي هبني عليه ولما أعرف نواقف فين وأعرف أنا عايز أروح فين أقدر أحدد وقيم الفجوة اللي بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي فلو أنا معرفش ما يكفي من المعلومات عن وضعي الحالي ربما أخطأ في تأدير الفجوة اللي موجودة بين وضعي الحالي والوضع المستقبلي فعلى مدار تنفيذ الخطة الاستراتيجية اللي أنا هضعها لنفسي ألاقي بعض العقبات اللي أنا مفكرتش فيها الخطأ السادس اللي ممكن نقع فيه هو إن إحنا ما نفهمش نفسنا كويس لازم لازم نقضي وقت يكفي ونستخدم عدد من الأدوات المتاحة إن إحنا نفهم أنفسنا ونقيم أنفسنا ونفهم يا ترى أنا مواهبي إيه يا ترى أنا قدراتي إيه يا ترى أنا إيه صفاتي الشخصية اللي مقدرش أتعلمها يا ترى إيه العداد اللي أنا اكتسبتها في رحلتي في الحياة اللي حتفدني وإيه العداد اللي أنا اكتسبتها في الحياة اللي مش حتفدني ولازم أتخلص منها يا ترى إيه السلوكيات اللي محتاج إن أنا السلوكيات الجديدة اللي محتاج إن أنا أبتدي أدخلها في حياتي وإيه السلوكيات الخاطئة أو اللي مش مفيدة اللي لازم أتخلص منها كل ده بيقع تحت عملية كبيرة وهي اني اعرف نفسي الخطأ السابع اللي ممكن نقع فيه كرواد ورائدات اعمال ان انا مخصصش وقت كافي لعملية التخطيط البرنامج ده وممتد على عدة اسابيع وانا فعلا لما جيت اصممه صممته بحيث ان انت لازم تستغرق هذا الوقت في عملية التخطيط ما ينفعش ان احنا نحضر محاضرة في يوم 3 ساعات اربع ساعات وانا فعلا نفست هذا البرنامج في ساعة ونفسته تاني على مدار اربع ساعات ونفسته تاني على مدار عدة اسابيع وكانت دايما دايما النتائج الاحسن واللي فعلا استمر فيها المشاركين على خطاتهم الاستراتيجية وحققوا اهدفهم حتى بعد ما انتهى البرنامج بسنوات وبعتولي واكدولي هذا كانت لما كان البرنامج اطول البرامج القسيرة كويسة ان احنا نعرف معلومات عامة عن الموضوع ولكن ان احنا نمسك الورق والقلم والنفذ وكمان يبقى قدامنا اسبوع ان احنا نفكر في الخطوة اللي احنا بننفذها في البرنامج مهم جدا جدا ان انا ادي هذه الخطوة ما يكفي من الوقت والتركيز والجهد علشان اقوم بيها صح فلازم تكرس وقت لعملية التخطيط بما يكفي انك تنفذ خطواتها على اكمل وجه الخطأ الثامن اللي رواد ورائدات الاعمال بيقعوا فيه ان احنا نركز على نقاط الضعف اللي فينا اللي عايزين ان احنا نتجنبها او نحسنها او نتغلب عليها وتركزنا على نقاط الضعف ما بيخلناش نركز على نقاط القوة اللي موجودة فينا وفي حياتنا فابني خطتي الاستراتيجية على نقاط الضعف فقط واتجاهل نقاط القوة اللي موجودة فيها وفي حياتنا الخطأ التاسع اللي بعض رواد ورائدات الاعمال بيقعوا فيه ان احنا نغفل عما يسمى الاهداف المشتركة لما هنيجي نحدد ركائز حياتنا حنلاقي ان بعض هذه الركائز او اغلبها في الحقيقة متعلقة باشخاص اخرين زي مثلا شريك حياتي او اسرتي اللي انا عايش معاهم في البيت والدي والدتي واخواتي او شريكي في العمل او زملائي في العمل في كل مجموعة من المجموعات اللي انا منتمي اليها فيه اهداف مشتركة لو ما اخذتش في الاعتبار هذه الاهداف المشتركة حبني خطتي الاستراتيجية على معلومات منقوصة على سبيل المثال لو انا لي اهداف معينة وشريك حياتي له اهداف اخرى ربما تتعارض مع اهدافي لما اجي ابني خطتي الاستراتيجية واجي انفزة على ارض الواقع هلاقي عقبات كتيرة جدا جدا ما فكرتش فيها لاني ما اخذتش اهداف شريك حياتي او اهدافنا المشتركة كأسرة في الاعتبار فمهم جدا جدا واحنا بنحدد ركائز حياتنا نشوف مين الاشخاص اللي موجودين في هذه الركائز ويا ترى اهدافهم ايه وايه الاهداف المشتركة سواء موجودة او مش موجودة لو مش موجودة لازم نخلق بعض الاهداف المشتركة علشان احنا على مدار حياتنا هنحتاج الدعم منهم فازاي يدعمونا في شيء يتعارض مع اهدافهم هما الشخصية او ان مفيش ارضية مشتركة بيننا وبينهم فمهم جدا جدا ان احنا ناخد في الاعتبار الاهداف المشتركة اللي قلتلكم عليها الخطأ العاشر اللي بعض رواد ورائدات الاعمال بيقعوا فيه هو عدم كتابة الخطة بوضوح فكروا كده مش بعض الاحيان بنكتب لنفسنا بعض الملاحظات واجي اقراها بعد يومين ثلاثة واقول ايه ده هو انا كنت بفكر في ايه هو انا كنت اقصد ايه هنا اثناء كتابة هذا التعليق او هذه النقطة ربما يكون في دماغي كل المعلومات بس مش بكتب كل المعلومات بعد فترة بعض هذه المعلومات بنساها او ما بركزش عليها اجي اقراك كلام اللي انا كنت كتباه مفهمش يا ترى انا هنا كنت اقصد ايه فخدوا بالكم ان الخطة الاستراتيجية document او وثيقة هتكون موجودة معنا لمدة طويلة فما اقدرش اعتمد على ان انا اكتبها باختصار او اكتبها بشكل سطحي او ما اكتبهاش بوضوح كافي لان فيه طبعا مخطرة ان بعد فترة من الزمن لما اجي انافذ هذه الخطة فعليا انسى او ما اعرفش او ابقى مش فاهم يا ترى انا كنت اقصد ايه ساعتها علشان كده من اول يوم لما تيجوا تاخدوا ملاحظات خدوا ملاحظات واضحة وكافية لما تيجوا تكتبوا او تنفذوا خطوة من الخطوات اتخدوا الوقت الكافي ان انتو تكتبوا كل حاجة بوضوح تام كأنك بتكتبوا لشخص اخر كأنك بتدي تعليمات لشخص اخر فعايز تكتب كل شيء بوضوح لان في المستقبل لما هتيجي تقرأ التعليمات دي هتفهم اه انا كنت بفكر في كذا فمهم جدا احنا نكتب بوضوح الحطا الحادي عشر اللي انا بصراحة شفته من عدد كبير من رواد ورائدات الاعمال اللي اخدوا معايا هذا البرنامج فعليا انهم بعد ما بينتهوا من كتابة خطتهم الاستراتيجية بينسوها وبيحطوها في الدرج او بيحطوا فوقيها حاجات وينسوا عن هذه الخطة الاستراتيجية بعد الجهد الكبير اللي اتبزل فيه وتعدي الحياة يوم ورا يوم يوم ورا يوم وهم لسه ما حققوش الاهداف اللي كانوا نفسهم يحققوها ويتسألوا يا ترى احنا ليه ما حققناش اللي احنا نفسنا فيه لان احنا بننسى او نتجاهل خطتنا الاستراتيجية بعد ما نعملها لازم يكون فيه اوقات هنحددها لنفسنا مسبقا اللي نرجع فيها لخطتنا الاستراتيجية ونشوف يا ترى انا كانت اهدافي شكلها ايه يا ترى انا ايه الخطوات اللي حددتها لنفسي يا ترى انا ماشي على المصاري الصحيح ولا لا وهل انا محتاجة عدل حاجة في الخطة الاستراتيجية او محتاج اني اضيف شيء جديد للخطة الاستراتيجية الخطأ الاخير اللي عايز اكلمكم عنه اللي بعض رواد ورائدات الاعمال بيقعوا فيه وده برضو عن تجربة وعن ملاحظة لبعض رواد ورائدات الاعمال اللي اشتغلت فعليا معاهم هو انهم مبيربطوش الخطة بمواردهم الحالية وبيتعاملوا مع الموارد المستقبلية اللي ممكن تبقى متاحة لنا في المستقبل على انها شيء مؤكد وواقع حيحصل ويمكن كنت مع زوج وزوجة بيشتغلوا على خطة استراتيجية لحياتهم كزوجين وفي بينهم بعض الشراكة كمان والزوج وهو بيحط خطته الاستراتيجية الشخصية اعتمد على مبلغ معين متاح للزوجة ولما جم قدامي ويتناقشوا الزوجة رفضت ان هي تدي له المبلغ ده فهو تعامل مع هذا المورد المستقبلي اللي هو مش متأكد اذا كان حيحصل عليه او لا على انه امر واقع علشان كده لما نيجي نحط خطاتنا الاستراتيجية لازم نركز على مواردنا الحالية شخص تاني كان متوقع انه هيفضل يشتغل فيه وظيفته لمدة سنة قادمة خلال السنة دي هيحوش مبلغ معين من المال هو اللي هيبتدي به البزنس اللي عايز يبتدي به ولكن اللي حصل ان لسبب ما ساب وظيفته قبل ما يتعدي السنة اللي هو كان بيفكر فيها فوجد ان المبلغ المتاح اليه تقريبا نص المبلغ اللي كان محدده عشان يبتدي البزنس بتاعه فلازم واحنا بنفكر في خطتنا الاستراتيجية وبنحطها وبنصممها لازم اضع الموارد اللي انا متأكد مش مية في المية مية وخمسين في المية انها متاحة ليا سواء موارد بشرية سواء موارد مالية سواء اي نوع من انواع الموارد في محاضرة النهاردة اتكلمنا على التخطيط الاستراتيجي الشخصي بعض الاخطاء اللي بنقع فيها كرواد ورائدات اعمال اثناء هذه العملية وشاركتكم بعض الامثلة من ناس حقيقيين عملوا هذا البرنامج معايا واتكلمنا عن امور تانية مختلفة ياريت تتفرجوا على الفيديوهات مرة اخرى اذا حسيتوا ان في بعض النقاط مستوعبتهاش كمان هنبتدي النقاش ياريت نخلي حقق النقاش والتعليقات وسيلة فعالة ان احنا نتبادل مع بعض الخبرات سواء بيني انا وبينكم او بينكم وبين بعض ان احنا نتبادل الخبرات ونتبادل الاسئلة والملاحظات بحيث ان احنا ننمي حصلتنا المعرفية بهذا التفاعل اشوفكم في المحاضر الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة